مساء الخير في اليوم الرابع والعشرين على العدوان واصل جيش العدو الإسرائيلي سياسة قتل الفلسطينيين وتدمير بيوتهم ومستشفياتهم والكنائس والمساجد بحثا عن أي إنجاز فيما واقع الحال أن قتل أكثر من ثمانية ألاف فلسطينية غالبيتهم من الأطفال لا يعد سوى إفلاس وتخبط وتجرد من كل القيم والأخلاق والمعايير الإنسانية والدولية ورغم ذلك تقابل حرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني بمزيد من الصمود وفعل المقاومة الذي لم يتوقف وهذا ما يؤكد نجاح المقاومين في دفع جيش العدو نحو اللجوء لخيار التوغل البري المحدود في بعض المناطق في غزة بعد الفشل في تمرير خطته الواسعة باجتياح القطاع في محاولة ترميم لصورته في المقابل تتصاعد في الداخل الإسرائيلي أصوات تدعو لعزل رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو من منصبه على الفور معتبرة أن بقاءه في منصبه هو بمثابة مقامرة بمستقبل الكيان العبري في المواقف رسالة من الأزهر الشريف للمقاومة الفلسطينية وصف فيها رجالها بالأبطال الذين يواجهون جيشا إرهابيا وشجع موقف كل أحرار العالم الذين خرجوا لإدانة المجازر الوحشية الإسرائيلية مهيبا بحكومات الدولة العربية والإسلامية بأن يسارعوا لمد يد العون لإخوانهم في فلسطين وأن يسخروا إمكاناتهم وثرواتهم ومصادر قوتهم لنصرتهم ودعمهم وكف بطش هذا الكيان المختصب عنهم في لبنان ما زال المشهد عند الحدود الجنوبية على حاله لناحية عدوانية العدو ورد المقاومة فيما دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري اللجانة المشتركة لنقاش تفاصيل الخطة التي وضعتها الحكومة والإطلاع على الإمكانات المتاحة لتنفيذها في حال وقعت تطورات الأمور جنوبا أو وقعت وتطورت الأمور جنوبا في السياسة سنة كاملة مرت على الشغور الرئاسي وأمام ما يجري في المنطقة وتصاعد العدوان الإسرائيلي على فلسطين وغزة ولبنان ما زال يتردد صدى موقف الرئيس بري عندما قال نحن أمام فرصة لانتخاب رئيس للجمهورية فهل نتلقفها؟ حكوميا يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الساعة العاشرة من صباحي بعد غد الأربعة